هذا الفيديو ممنوع الى صاحبات بعكاكات والاستخدر مما انتصل لا يزال لديها الفيديو ليست جيدا لا يمكن لك ولا ينظر السوفل اعرف أن البنات ستصخف نخفي اختي في الحمام جديد و جديد ستخرج اتبايد البنات هذه الفيديو خطيرة واعراء و واعراء وتبيد الجسم وتحية الأحبوب لا يفعيل لون المواحد يتواحد وبالنسبة لبنات ماء بياض هذه التبريمة خصوصا للعروسة ركزوا لي البنات على العروسة لحقا شرح تبيض المناطق الذاكينة البنات يلا نوضوا تقاعدوا وجربوا معي هذه التبريمة ودوها معكم الحمام لحقا شرح تدخل الحمام زرقا تخرجي بيضة شقشقي أنا عارف كيف نقول لبنات خصوصا أن هذه التبريمة خرجت لي العقل وقسما بلا البنات سأعود الحكام لشي ثلاثة دي الخطرات أنا راه بشيت الحمام وديت معي التبريمة وقوم بعمل المونتاج في الفيديو هذا أول شيء التي نحتاج لها ضرورية هي الحنة ثاني شيء هي العرعار على حسب الحنة على حسب الجسم كما نعرفوا أنه كان أغلايدة كان أرقيقة كان معاجوجة الناس كان ثلاثة كان هي وبناتها على حسب معالقة أو ثلاثة معالقة ودير معالقة تكون كبيرة ووافية العرعار ما سنزيدون البنات؟ سنزيدون الكوركم أو الخارقهم من البلدي سنقوم بمعالقة من نوتها كبيرة يا أختي ويلا أختي نزلي ذا بخلي ليالي لايك ديالك والتعليقة ضرورية يا البنات الله يرحم بيا الوالدين اللي أخلي لكم ما عز عليكم ما سنطلبكم غيب لتخلي ليالي لايك باش أنا حط لكم وصفات اللي خاطرين وواعرين بزف بزف رأكم عارفيني يا البنات بالوصفات ديولي يعني أنا تشهرت غيب التبريمات يعني التبريمات ديولي رأى غانية على التعريف رأى مكينة اللي تقولي لها تبريمات ديال إنشي رأى مكينة رأى كل شيء يعرف التبريمات ديولي وما زال البنات عندي لكم تبريمات خاطرين ها ديالبنات خصوصا ايش غا نقوليكم مش غيك تبيض رأى كتورد المناطق الداكينة يعني البنات اللي عزيز عليهم داك اللوين الحمر رأى غادي يشوفو في ها ديالتبريمه هادي مهم البنات كي ما كتشوفوه ازت هنا يا معي علقة كبيرة ديال الخميرة الحلويات اللي غا تقول لي رأى الخميرة كتدير غادي ندبر معاها غادي نخرج لها من تليفون عرفتوا البنات رأى الخميرة ها رأى الخميرة خاطيرة. ها رأى وعنة بزيف. ليس خاطيرة خيبة وهو خاطيره رأى فنة يختبئ بدأت نقى اعرف كيف تدرب ما هيك تدربها ممتاز نجد المكون نيلة الزرقاء نيلة متوفرة على العشاب لأنها تكون حرة ضروري لأنها تكون حرة لأنها تكون الزرق لأنها تقليد عليك أخي أعطي نيلة الزرقاء الحرة سوف أعطيها لك حرة فإنه يأتي تقليد عليك سأضع أحد دراسة معي من نيلة الزرقاء سوف نعرف أن البنات الزرقاء تنقي وتصفي وليس توفر عندها فتأخذها على المكونات حتى لا تأخذها بالنيلة وان المكونات ضروري في هذا التبرمه فتأخذها سوف يستضمكم بالنتيجة هو الملوينة غدائي أحمر أمام زوجتي أحمر ستكتبلي في التليقة تتحرفون الملون أحمر بمحل الصفى على اكتب الملون الأحمر و تتخربوا و ستخلطوا جربتا لذلك يجب التعرف علي بفضل الهتمام فالتالفتو ملون الأحمرaaa ونقفها ونقفها بلعكار الفاسي يجرب ملون احمر ملون احمر مجهد على العكار الفاسي يجعل اللون اولا في المناطق الذاكنة يجربوها سوف نخلطها ونرى النتيجة يجعل الملون اولا في المناطق الذاكنة يجبونها بحكمة جنة اعرفين البنات المتبعين من قديم تبريمات دي ويسارين يجربوها ويرجعوه الوصفة لهذا الوصفة سوف نقوم بحاجة لصابون البلدي فهناك سيكون المصدر بكثير من الصابون البلدي تقلوا لي يا لبنات وش ملاحظتوش بان الصابون البلدي يغلق من هردو اللي تقن دير الوصفات به من لي ولو يعطي الناس ايج بزاف تاع البنات اغلق ما فهمتش علاش غلوه كان كنتي كتتاخدي عشد ريال كي طليك ولسي دابا كتتاخدي اربعين ريال بحالة واخده عشد ريال والله يحضر السلامة وصافي مهم هنا البنات غا نحتاجو الحامض ضروري البنات الحامض وصابون البلدي والحنة غي هادو كافين بانهم باش ينقياوا لك الجسم ديالك يعني هادو كانوا معروفين من قديم اما دابا البنات زيدي عليم هاد المكونات هادو شغان قوليكم اراه واحد قنبولة قنبولة يختي في الطبيين هنا غادي ندير غير نص ديال الحامضة غا نعصرها مزيان شوفوا البنات تاك العاصر ديال الحامض من اللي تقاس الحنة شو اللون ديالك يولا شغان قوليكم خاطير هاد التبريمة هادي حسن من التبريمات اللي كتك نحط ليكم بالف دراجة والله العادي مشي وخا تكون يباشي الحمام غي بسمانة جربي هاد التبريمة هادي وغادي تلاحظي الفرق غادي تلاحظي بان هاد التبريمة واعرة بززاف مهم البنات هنا غادي نزيد الماء يكون سخون ديما البنات كنقول لكم ماء سخون دروري حتش كينين البنات كيكبوغي المبارد وكخلطوا بها الحنة رب حلا دكبتي الماء الرملة ما درتي اتشي حاجة دروري ما ديري المسخون باش كل شي قا المكوينة اللي درنا يطلقوا مزيين 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 يعني يطلقوا الحنال الخرقوم العرعار الخميرة صابو البلدي الحامض النيلة وشنو خور درنا صابي هادو الملوين يعني هانتم انا نتقى نخلط نخلط مزيين 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 حتى كتجانس لي المكوينات وغادي رجع معاكم باش غادي تشوفوا بانا هاد التبريمة هادي كتبقى البنات اللي غاي خافوا من اللون غا تقولك حقا اللون غاي بقى تابت ليا را ما كيبقاش تابت لك كيبقى تابت لك غاي في المناطق الداكنة اولى المناطق الحساسة كاللي بحل يدين والرجلين وتحت الايبط وفي بعض المناطق وحدين اخرين بلا من عمو مهم المناطق اللي كيش تبتوا اللون هانتم ما شوفوا البناس هانا دا بدرتها علي يدية را فاشة تحكي وتسالي وكل شي را ما كيبقاش لك في الجسم ديالك را ابدا را على تقليد يا لبنات ديروا وبعينيكم مغمضين را ما كيبقاش تابت راح تشوفوا اللويين كيبقى وعلى البنات غي جربوها وغادي تشوفوا بانا نتيجة خاطرة يعني ماشي غيل لون اللي كدير راح التبريمة يعني كتتخرج لك الوسخ جديد و القديم وكتنقي لك الجسم ديالك يعني كتخرجي باللعرة من الحمام كتخرجي بحل العروس مهم يا لبنات كيما كنقول لكم ديما طريقة الاستعمال هي تدخلي الحمام حتى تسخني مزيان تستعملي الحنة من بعد تدخلي واحد ربوع ساعة عاد تشلي وديري صابو البلدي ضروري يا لبنات من هاد الطريقة وعاد اختي بديت حقي وبالصحة والراحة ونشوفكم فيديو جديد